السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله في القناة اليوم سوف أحضرون السابة بكراميل جيد جدا ورائع ورائع بالنسبة للمقادر سأحتاجها 120 جرام زبدة 100 جرام سكر نايم بيضة كاملة 50 جرام زبدة يجب عليها صبر خلق وحضرون السابة نحتاج معلقة كبيرة للناشا ناخذ زبدة اضعيها والزبدة ستكون على برش حرارة المطبخ نضيفه على السكر ناعم ونخدمه مع بعضها جيدة احتين ساج مولينة ونخدمها بيدي بحيث تشكل هذا جيد بعد ما كتولينا الزبط على هذا الشكل هذا في هذه المرحلة نضيف الزيت ونضيف منشا ونضيف هذه المكوناتنا بعد ونضيف حبة دربيض كاملة ونضيف حبة دربيض ونضيف حبة دربيض ونضيف حبة دربيض ثمها ونضيف حبة دربيض نضيف حبة دربيض قم بتحبة دربيض نضيف حبة دربيض سوف نحضر هذه الأعزين المترجم للقناة 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 الزمر باللاباني هاتي ستنسى لي تنسكوا الصابلي ديانا و هاتشكل لدينا الشكلات دولتها سوف ندفع لفل السوداني نضع هذه الشكلات ونضع المصابل ونضع المصابل ونضع المصابل ونضع المصابل ونضع المصابل ويقوم بتحضير قطل ونضع الجديد هذا هو الوصول لدينا في شكله النهائي يمكنكم تجعلون الوصول لديكم على هذه الشكل عندما تتلو الشكلات يأتي الشكل لديه أراقي وكيف يأتي بزوية سوف أفتح لكم من أحبه وراء من الداخل كيف يأتي كيف يأتي يأتي رائع يأتي بزوية كانت تسمن لنا هذه الفكرة هذه الإعجاب لكم وتجربوها إذا أعجبكم هذا الفيديو هذا اعملوا لايك اشتركوا الفيديو معنا أيها الأصدقاء وللقاء بعصف جديد